بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الريدنج انبوت الفكرة بكل بساطة كيف نأخذ الداتا من الريوزر أو كيف نخلي العميل يعطينا قيم معينة ونستخدمها احنا داخل الكود في البداية بدأ فاهمك شغلة اسمها امبورت امبورت حنستخدمها كثير خلال المحاضرات القادمة وهو كمان اشي اساسي بفلتر حكيت انو هون كلمة امبورت دارت نقطة الراسي تيه لنحكي عنها كولا انبوت اوتبوت ايش فكرة الامبورت داما اشرح لك فكرة الامبورت لازم نعرف ايش فكرة الدارت انبوت اوتبوت عشان اقدر اشرح لك اياها فاتخيلها عبارة عن مكتبة تخيل انو انت عندك مكتبة الصف الاول فيها روايات هزلية الصف الثاني روايات مثلا اكشن الصف الثالث روايات مثلا رومانسية وعن الفكرة انو انا في المكتبة هاي قسمتلك تصنيف الروايات عكل صف صح تقولي تما بقلها مك صح طيب انت هسا قلتلك يلا بدي اياك تجيب لي مثلا روايات اكشن وان راح تروح على الصف الثاني ونفسي الفكرة هاي تطبق عنده في البرمجة مثلا انا بنشير لك ميثود وكلاسات ووظائف بحطك اياهم في مكان وانت بتصير تنادي عليهم وهون في نقطة اكيد انت هسا استغربتها حكيت شغلة اسمها كلاس كلاس هشرح لك هيها في القسم الثاني بس حبيت انوح عن نقطة هاي اعطينا ملخص سريع الملخص السريع شو بيحكيلك هي عبارة عن اشياء جاسة تم تجميعها في مكتبة معينة سموها dart input output هل في مكاتب غير هاي المكاتب يس في كثير مكاتب راح نتعرف عليها خلال المحاضرات القادمة لكن شوفهمنا اليوم انه كل مكتبة يكون بداخلها الوظائف الخاصة فيها ايش يعني input output اي اختصال كلمة input او اختصال كلمة output input يعني مدخلات output يعني مخرجات فهي هاي المكتبة مختصة في المدخلات والمخرجات عرفنا النقطة هاي كي بدي استخدمها في الكود استخدام شغلة اسمها onboard في رأس الصفحة بعمل onboard وبنادي عن مكتبة البدي ايها كل مكتبة لها اسم اتمنى اني قدرت ابسط لك الفكرة بعد ما ناديت على المكتبة عملت هون print انترنيم هاي عبارة عن رسالة راح تظهر لما عمل run انشأت variable string name يساوي SDN او قلنا نحكي عن استيريان ايش فكرتها هاي منين ايجت هاي ايجت منين مكتبة ايش ايحنا نادينا عن مكتبة في ال SDN هاي موجودة وين داخل هاي المكتبة هي dart input output حكيت له read line sync ها بسطر رح يسمح لي انه اخذ ال data من ال user عن طريق عمله ترن بعد ما اخذ ال data شو بعمل بطبع الاسم اخذته من ال user وهي مثال بسيط هيقول لي انترنت فدخلت له محمد السيد ودي شو سوى طبعا لمحمد السيد في نقطة ده وضح لك اكيد بدك تأخذ ارقام من ال user رح تعرف متغير integer age SDN read line sync ونحي يعطيك error ليه لانه read line sync هي بترجع لك string ما بترجع لك integer كيف بدي احلها هتقول لي بسيطة بحول ال string الى integer ويمكن هذا اول مرة انوه لنقطة هاي انك انت بتقدر تغير ال data type كيف قلت له integer age قلت له integer dot bars يعني حول لي القيمة الموجودة هون الى integer حتنتبه نفس الكود الفوق SDN read line sync هاي رجع لسترنج هاي حول لي يا ايش integer طيب واذا قلت لك هسا ما بدي integer بدي double كيف بدي بسيطة بكتب هنا double وبدل integer شو بكتب double dot bars اتمنى تكون الفكرة صارت واضح وعشان اتأكد انو الفكرة صارت واضحة 100% دعن نطبقها في الكود انشأت لك فولدر جديد 31 input وفي عندك 100 dot dart اول اشي شو رح نسوي حكينا ان النادي عن مكتبة صح بدون المكتبة ما رح نقدر نستخدم SDN بحكي له on board اكيد انتبهت على المكاتب الموجودة لو كتبت dart يلي dart async dart collection dart convert هاي كل هالشياء اللي رح اشرح لك هيها في المستقبل احنا اليوم بدنا dart input output طيب بعدك رح اخذ كيلو print enter name بعدها رح انشاء هون string كيلو name مساوي SDN موضوع جدا بسيط وسهل read line sync شو اللي صار بكل بساطة قايب بحكي لي انه read line sync ممكن اترجع null ليش ممكن اترجع null بكل بساطة لما اجع مرا يمكن ما اعطيك ارادات يمكن اليوزر ما يكتب لك اشي مساعدة رح يرجع null نحن بحكي لك طاعدة اساسية اعطي فهمك اياها هل string تساوي تساوي ممكن تكون null هل هاي string هي نفسه ممكن تكون null هتحكي لي لا هاي بتقبل null هاي مستحيل تقبل null كيف بدي حل المشكلة هاي فقط بضيف هون ممكن تكون null بعد هيك شو اكتب print name يساوي dollar sign name قبل ما اسوي عملية الرن هالمرة رح يخطي عملية الرن عندنا ما رح اسوي رن من هون رح استخدم التيرمل ما لها ال debug console ليش ما نستخدمها في حالة القراءة يفضل استخدام التيرمل في نقطة ثاند احكي لك اياها من المحاضات القادمة هبطل استخدم ال debug console هستخدم التيرملل ايش هو التيرملل المفروض اني انا وضحت لك في بداية دورتنا تيرملل بكل بساطة او CMD عندك في ال ويندوز الفكرة من التيرملل التيرملل هو عبارة عن الاوامر بقدر اتحكم فيها في الجهاز حرفيا كان ويندوز او كان ماكو اس بقدر انشاء فولدر بقدر انشاء ملف بقدر احذف لكن الفكرة انه هو الموضوع بصير صعب على المطورين في البداية لان اي مستخدم انشاء فولدر عن طريق كتابة الكود يحكي لك انه هو شي صعب المطورين في مرحلة معينة يتعلموا هاي الاوامر التيرملل سيساعدني ان اعمل رن لملف الدارت بكل بساطة كيف؟ اول اشي خلي اظهر التيرملل شايف التيرملل هون؟ بحكي له نيو تيرملل بعد هيك رح اكتب كلمة دارت بعد كلمة الدارت اهم نقطة يكتب هون كلمة الدارت شايف الماند الدارت الخاصة في الانبوت اسحبها ورميها هون انا حرفيا صار في عندي انا هسا باث الملف اول ما اسوي انتر قلي انتر نيو قلت له محمد السيد انتر قليل نيو يساوي محمد السيد شفت الموضوع كالبسيط هسا التيرملل بدأ استبدلها مكاني اتباك كونسي نزبط هاي شوي هاي زي هيك تمام والتيرملل هون مية في المية ونكبر لك الصفحة واسكر الشريط التحت اللي سويته بكل بساطة دخلية التيرملل مكاني الديباك كونسي ميوم الطالع حسين نستخدم التيرملل هل الموضوع صعب؟ لا الموضوع جدا بسيط وسهل بكتب كلمة دارت وبعدين باث الملف فقط ادراك دروب طيب خلينا احكي لك شوي عن اوامر التيرملل لو بدي احذف كل هدول كيف بدي افضيها بكتب هون كلير لو بدي استخدم امر كتبته مسبقا شفت السهم الاعلى سهم الكيبورد وشعرنا فوق وتيحت ويمين ويصار لفوق راح اجيب لك كلير كمان مرة لفوق راح اجيب لك الامر اللي كتبنا اول مرة يعني بدي وصل لك اياه انك انت بتقدر تتنقل بين الاوامر باستخدام السهم لفوق والسهم لتحت هل نعمل مرة ثانية قال لي انترنت بدي احكيله عليه وهي طبعا لي علي طبعا كما بتقدر تفضي التيرملل باستخدام هنا الديليت الديليت شو عملت هاي سكرت التيرملل يعني حذفت كل شيء وسكرت التيرملل شو راح نسوي اروح على التيرملل نيو تيرملل ممتاز هل ظل مخزن لوامر السهم لفوق ممتاز كمان مرة هي كلير لا تحد وهي دارت ومدي احكيله مثلا محمد وهي طبعا لي محمد اتمنى ان تكوني الفكرة صارت واضحة وبدك اتعود على فكرة التيرملل انه نستخدمها كثير اكيد هس راح تحكي لي هل بقدر اخزد الانتجر شوحت لك ياه قبل شوي صح اقول هسو هم مثلا انتجر edge تساوي stdn read line sync ويعطيني error قال لي value of type string ممكن تكون 0 كنتبيه assign variable type integer يعني هي بتعطيني string ممكن تكون 0 وهي بتعطيني شو انتجر اقول له بسيطة هنحكي له زي هيك integer dot bars واخذ الكود زي ما هو control x control v لزة علان لانه البارس بتاخذ string ما بتاخذ string ممكن تكون 0 انت بحث عن نقطة انا بستعملها كثير هل انا بدي احفظ كل اشي لا بس بوقف على اي ميثود بلاقي فيه documentation يعني توثيق او خلني احكي شرح فبقول لي انه اول وحدة هي string source وهي عبارة عن string مستحيل تكون null طب هون شو بتسوي وبدأ اعمل اترك بسيط بقول له لو كانت null وعلى اغلب اني علمتك هاي الاشارة احكي له ايش string فاضي متذكر هاي الاشارة هاي الاشارة شو معناتها null sector احكينا انه هاي بكل بساطة اذا كانت هاي الجملة null فساعدتها رح يعطيني default string اذا كانت هاي مش null ساعدتها ما رح يطلق على string هاي الفاضي واتوقع ايش رح تلكها بالvariable على ما اذكر بعد هيك رح احكي له print مثلا edge تساوي edge اكيد انتبهت انه بلشت المحاضرة تطول الفكرة من المحاضرة انها تطول مش انه ايش صعب الفكرة اني ستساعتي امثلة كثيرة عشان تكون امور سهلة ودائما شفت المحاضرة 30 دقيقة ولا 25 دقيقة اعرف ان بعطي example فقط ادعى مرا السهم لفوق رح تجاب لي dart قال لي internet قلت له مثلا محمد هاي بطلب مني ادخل كمال رقب 30 لكن شو الفكرة ما عملت له رسالة زي هك هنحكي هنا inter edge نعمل run inter name محمد inter edge كبرت له ال edge قديش مثلا هاي 30 هاي طبعه ال edge طبعا المفروض هسا انه يأخذ منه الاسم يأخذ منه العمر بعد يعمل ايش جملة تباعة واحد فخلني يمسح مثلا print name هاي مبدأي هاي عب اسوي خطأ بسيط رح اوقف هسا ال name عشان اقلد بس الكود علي رح اسوي هسا run هيطلب مني بس ال edge قلت له ال edge محمد اعطاني error مباشرة هل محمد رح تتحول لانتجر هتقولي اولا كلامك صح مستحيل محمد يتحول لانتجر طبعي بداف انه انا اليوز ادخل رقب ولا ادخل string هل في حل المشكلة هاي يس في حل هاي المشكلة لكن هاي المشكلة عشان نحلها محتاجين نتعلم شغلة اسمها condition اللي هي f و else f و else و هاي ان شاء الله رح تكون موضوع محاضرتنا مش القادم اللي بعديها بمحاضرة رقم 33 طب في الوقت الحالي في الوقت الحالي هنمشي على اساس انه لو سمحت بس دخل ارقام طب هتقولي اول حكي مش منطقي هتقولك ان شاء الله رح نحلها مع بعض متى؟ من درس رقم 33 يعني درس رقم 33 رح نرجع للإنبوت و نطبق الف على الإنبوت و عشان ما انسى شو رح نسوي to do هاي to do و هنحكي هون apply condition و هي رح نحكي used f و هاي ان شاء الله و هنشرحها في محاضرة لقم 33 اما هسه فاحنا عرفنا انه بكل بساطة انا بقدر اقرب استخدام stdn read line sync و بقدر احولها لانتجر هل بقدر احولها كمان ل double هاي double هنحكي salary يساوي double dot pass افتح اقواس stdn read line sync نفسي الفكرة اذا كانت null اعطيني ايش zero point zero لكن هون في خطأ سويته read line sync هي بتعطيني string ممكن تكون null فانا شو اعمل هون بالضبط string فاضيه بكل بساطة اذا كانت هاي null فرح تعطيني string فاضيه و اذا كانت مثل رقم فرح تحول ل double هليني هسه اعمل هون كمان جملة اطباعة واحكيه print او خلني حكي intrafon salary بعد هيك رح اسوي جملة اطباعة كاملة احكيه print name dollar sign name بعدين comma edge colon dollar sign edge و هاي كمان salary colon بعدين dollar sign salary خليني طبعا افاعل ال name نجيل اطباو ثم انزل سطر جديد لا تحت حتى جد اكون امور سهله والا طبعا اطباب المنتهز امسح أطبو كله وحكيه clear وعمل dart والملف ورن فقال إنتر نين فتحكي له محمد إنتر إيش فتحكي له مثلا 30 إنتر سالري فتحكي له مثلا 50.34 فقال نين محمد والإيش 30 والسالري 50.34 أتوقع أن الفكرة صارت سهلة وبرعتك المشكلة راح تسير إذا اليوزر دخل داتا غير متوقع إلى حل لكن إن شاء الله راح نحلها المشكلة في محاضرة رقم 33 أتمنى أنه كانت الفكرة واضحة وسهلة ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة ويعطيكم العافية شكرا للمشاهدة